أنا أعتقد طبعاً والتركيز كله أنا بصرف النظر عن رجاءه الزمالك وقصة التأجيل من عدم والحقيقة أنا همني جداً التركيز في الخطوة اللي جاية وأعتقد إنه إحنا بنتكلم على فريق بدون مبلغة وبصرف النظر عن الشوت الأول إحنا خلصنا شوت فاضل شوت تاني الوداد يعتبر من أخوى فرق وأتقى الفرق القرى الأفريقية كلها مش بس المغرب ولكل جواد نكاب وزي ما بيقولوا يعني أنا بعتقد إنه اللي حصل فيه مباراة الزهاب كان ليه ظروف معينة حالة فواء كبيرة جداً من الأهلي يومنا كرة بتاعتنا فرقتنا فائقة النجوم بتوعنا الحقيقة كانوا في أحسن حالتهم واللي زاد بشكل كبير جداً أو ساهم إنه السيناريو يطلع بالشكل ده هو الهدف المبكر اللي أحرازه نادي الأهلي واللي قربك كل حسابات الوداد وخليه يطلع بره مود المتش ويكمل الأهلي الحقيقة لغاية نهاية المباراة تسيده كأداء وكنتيجة لكن هل ده معناه حسم التأهل؟ بالتأكيد لا وهل ده معناه أنه المتش اللي جايه سهل؟ سهل لا بالتأكيد لا برضو الحقيقة فيه كتير جداً من الاعتبارات قلت لحضراتكم أولها أولها الحافز والحافز واحد من أهم العوامل اللي بتأثر فيه كرة القدم أكبر الكبار مفيش نادي كبير سمي زي ما أنت عايز سمي زي باير ميونيخ سمي زي باشلونة سمي زي اليوفي سمي زي المان يونيتد أو الريال ما حققش نتيجة إيجابية في مباراة زهاب أو اتطم من أنصاره أو اتطم من جماهيره ورجع أخفق فيه مباراة العودة وعندنا أمثلة كتير جداً ليفربول والميلن باريس سان جيرمان وباشلونة واللي نروح بعيد طب أفكر حضراتكم في نهاية أفريقيا اللي اتعدلنا فيه مع الصفاقيسي على أردنا هنا أفتكر كويس واحد واحد وكانت النتيجة دي بالنسبة للصفاقيسي التونسي يعني منتهى الغاية ومنتهى الأمل ورحنا لعبهم في تونس وأنا متذكر جداً المطش ده هدف أبو تريكا الشهير طبعاً في الديئة 89 أو 90 مش فاكري بس في نهاية المباراة فاكر أنه كل أجواء المباراة دي من ساعة ما صفرت البداية أو ساعة ما الحكم صفر صفرت البداية لغاية اللحظة اللي جا فيها أبو تريكا الجول كانت أجواء احتفالية كانت مدرجات تونس كلها بتحتفل بالفوز والبطولة وكانوا عاملين بانر كده كبير جداً حطين فيه درع بطولة أفريقيا ورغم كده في الديئة 89 قدر الأهلي برجالتوا أنهم يحققوا لبطولة اتكرر الموقف ده معنا كتير على فكرة وقدرنا نروح بره وإحنا محققين نتيجة سلبية إحنا كأهلي حققنا نتيجة سلبية في مبارات الزهاب على أرضنا مكادش مطمئنة وكاد بتصب في مصلحة المنافس وروحنا هناك ألبنا الترابيزة عشان كده بقول مطش الوداد في غاية الصعوبة والوداد جاي من المغرب عنده اتنين من العوامل اللي خلوه يقدم أقصى ما عنده أولاً رد اعتبار لهزمته على ملعبه رد اعتبار لجماهيره للكرة المغربية وده دافع وحافظ مهم جداً ثانياً وده الحافظ الأهم والدافع الأكبر هو الوصول للنهائي حلم لم ينتهي بالنسبة للوداد المغربي وهيجي يبزل أقصى ما عنده عشان يحققه في مقابلته مع نادي الأهلي عساد القهار أنا مدرك تماماً أنه اللعبة مستوعبة الدرس ومدرك تماماً حالة التركيز الكبيرة جداً وأتمنى إن شاء الله أنه ده يترجم في مباراة أو في شوت تاني من المواجهة تكون على نفس مستوى القوة